معنا اربع دقائق متبقيين احنا قدر هنتقدم ببلاغ الجهاز حماية المنافسة ديد بيني سبورت عشان الجهاز يشتغل بشكل رسمي وبالفعل تحرك شكوى احنا هنتحرك ببلاغ بكرة الصبح ان شاء الله الجهاز عشان نشتغل بشكل قانون لان الموضوع ده لازم يحل النيابة العامة والنيابة العامة تحيله الى المحكمة وتحكم تبقى للقانون المصري وما حدش يقدر يزايد علينا في بلدنا ميفحش ان مصر بكل قوتها دي انت بتكلم على بلد مؤسس في الحركة الولمبية العالمية من الف سمية وعشرة تكلم على بلد مؤسس في الفيفا ده من اول ما بدأ احنا بلد راسخة في عمق في تاريخ العالم ميفحش ان دولة اسمح لي اقطعك فاني انا اسف يعني بس بالقانون السيد امير اوضح ان الفيفا كاتب على موقعه الرسمي ان من حق اي دولة انها تضيع 22 مباراة على الارض صحيح؟ نحن نريده حقنا حق المواطر المصري الغلبان اللي ما عندوش 5000 جنيه تعرف 5000 جنيه يعني الغلبان وغير الغلبان والمصر وغير المصر يعني يعني عايز مصر كلها تتحشر في القهاوي يعني ايه يعني هل الناس دولة طلبين يعملوا حالة ازلال لهذا الشعب لا احنا مش هنتزل واحنا هناخد حقنا وانا بقول بوضوح كده اللي يقدر يخترق الاشارات دي ويقدر يوصل وصلات ويقدر يعمل اي حاجة يعملها بالصعب يا سيد محمود كده برضو في النهاية الامر بتحرك في اتار قانوني ورضو انا بتحرك في اتار قانون هو واضح قوي ان الفيفا عارف القانون والشركة دي عارف القانون وكلهم عارفين القانون بيخلفوه يعني هم خالفوا القانون اللي هم قالوا عليه ازا كان على موقعه الرسمي بيتكلم على انه بيحقق تزيع 22 مباراة على التلفزيون الارضي على البس الارضي ليه انت بقى بترجع في كلامه وتدحق البس الارضي لنفس الشركة الاحتكارية اللي بتبص ده من البس الارضي يعني شركة واحدة هي دي المادة القانونية الحاكمة يا سيد الفاضل انت مش كان عندك شركتين محمول بس في مصر لما دخلت الشركة التالتة حصل ايه دخلت رابعة لو قبل الرابعة ما تدخل التالتة لما جات غربلت هزت الكيان الاحتكاري اللي عندي الشركتين وبقت السعر دي ارخص نزلت السعر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية غايته الاساسية هو ان يحصل المواطن على اعلى جودة في الخدمة واقل سعر ممكن انا عاوز اخذ لك في حاجة اخترحتها على سيدة النائب مصطفى بكري لو تحرك البرلمان وهو قادر على ذلك في ذلك ملف في الاتحاد الدولي البرلمانيين اعتقد انه ممكن يرفع كثيرا كثيرا من الحرج عن الحكومة نزلت لن يرتدعوا الا بالجامعية العمومية للفيفا بمعنى صح انه درسنا ملف درسة الجابية وحتى الباني طلعناها حطينا فيه كل جزء كبير من الاكاية الاتحادات العربية اتحادات الكرة العربية اتحادات الكرة الاسيوية المظلوبة اللي عندها شعوب العالم التالت اتحادات الكرة الافريقية اللي احنا متواصلين معهم اتحاد الكرة المصري يجب ان ينظم الناس دولة في تكتل كبير يضغط على الجامعية العمومية للفيفا انما انا طول الوقت مفعول بي وليس فاعلا هذا الكلام لا يجب ان يستمر ترجمة نانسي قنقر